اشتركوا في القناة والبنايات الحكومية اللي تحتاج تصليح وإلى آخره من الأشياء اللي تابعة وتقوم بيها البلدية فيوم من الأيام اجتمع بيني المدير ورشحني آني وواحد ثاني قال راح تنقلون المكان ثاني مؤقتا على مودة روحون الصالحون الطريق الصحراوي أكو طريق كان صحراوي وكان معبد لكن بحفر لازم تتم معالجتها مرة ثانية وصدق انتقلت آني ولقيته هواي أشخاص بعد ما تعرفنا على التيم الكامل للتصليح الشوارع المضررة وصدق استمرنا بهذا العمل فترة أسبوعين وبعد الأسبوعين وصلنا بمكان أو منطقة تقدرون تقولون معزولة وصحراوية تماما وبيها طريق واحد وهو هذا الطريق اللي جاني نصلح بي يوميا نصلح من عنده جزء فاجتمع بيني الشخص اللي هو مسؤول على العمال وقال أريد شخص يكون حارس بس مو منطقتكم انتو لان انتو موظفين يعني تجيبولي شخص او ترشحولي شخص انتو تعرفوه وثقون بي ويكون ما ينام بالليل نهائيا لان احنا نخاف على الآلات تنسرق فطبعا كل اللي موجودين ظلوا موعدهم اشخاص وبدينا نتصل بعدين اتذكرت انواني عندي خالب البيت عاطل عن العمل وما يشتغل نهائيا وكان يريد بس فرصة عمل فقررت انواني اجيب خالي قال خلص باتر انت تنزل من العمل هذا وبعدها تجيبه وتجيب اليوم الثاني وصدق ورما كملنا الشغل قال لي غادر المكان وغادرت المكان وكان جدا بعيد ويستغرق تقريبا 8 ساعات يلا اوصل للقرية مالتي وبعد ما وصلت للقرية مالتي سولفت ويا خالي وجدا فرح لان خالة كان عاطل عن العمل وشبير بالعمر المهم وجبته ثاني يوم وجيت وشاف المسؤول ما للعمل ما انه وافق عليه واستمرين اسبوع كامل بعدها نشتغل والامور جدا طبيعية وتمام لكن هنا المدير قال راح يبدي عندنا عطلة والعطلة مالتكم راح تبدي من يوم الاربعاء الحد يوم السبت داومون يعني السبت انتو باللي لازم تكونون هنانا على مديوم الاحد انباشر العمل الصبح طبعا خالي عبالة حالة حال العمار راح يترك الموقع لكن المدير قال لي انت الشخص الوحيد اللي راح يبقى هنا بهاي المنطقة الصحراوية ويحرس الغراض وطبعا هاي المنطقة الصحراوية اللي اختارناها احنا كانت قريبة جدا على الشارع وبيها كل معدات والآلات نتركها بهذا المكان وشخص حارس عليها اضافه الى هاي ما يمتلك سلاح انه يدافع به عن نفسه رجعوا وقال المدير قال لي حتى اذا جو ناس يسرقون الآلات الشور راح اقدر احامي نفسي قال لي انه انت بس الضل قاعد وما احد راح يجي ويسرق الآلات لان الآلات كلها ومفاتيحة عندنا مستحيل راح يجي شخص ويقدر يسرق هاي الآلات من عندك احنا نخاف على الشغلات الصغيرة ومنقطاع الطرق لان هاي الآلات كلها مسجلة بالوزارة يعني ما حد راح يقدر يسحب آلات من عندك وما حد راح يجي يجازف بنفسه ويسرق اي شي ثاني لكن لازم اكو حارس على الغراض ولازم يبقى شخص بالموقع طبعا خالد كان ما موافق تماما بعدها هاني قلت له خلص هي ليلتين ثلاثة واحنا نجيك وما راح يصير لك اي شي وبعدها غادرنا المكان وتركنا خالق ذاكه المكان طبعا السوء الحظ مات انه كان هذا المكان ما بي تغطية بتجوال وما نقدر نتواصل ويا قال لي يمشي مسافة جدا طويلة ولما رجعت والدتي سئلتني على خالي وشرحت لها اللي صار طبعا ما قبلت وقالت خليه يترك العمل وبديت اتصل علي واقول لي انه انت بخير لو لا طبعا اتصل علي لكن ما يجاوبني نهائي ووراها تقريبا بساعة من الزمن هو اللي اتصل علي وقال انا تركت الموقع ومرتاح بهذا العمل هنا وعدت ايام لحط لمالتنا وبعدها رحنا ولما رحنا رحنا يوم السبت بالليل طبعا لما رحنا يوم السبت بالليل انه ثاني يوم احنا رح مباشر بالعمل رحت علي لقيتها الشكلة متغير او تقدرون تقولون تعبال لكن لما انا اسأله كان قليل الكلام ويجاوبني طبيعي ويقول لي لا بالعكس انا ارتاحت وهذا الشغل جيد ومناسب لي طبعا اللي استغربتاني بذيك الليلة هو كان ما ينام نهائيا ولكن يفتر بالموقع وحركاته جدا غريبة يعني تفتر ويقعد بمكان ويبدأ يمشي وبعدها يعني استغربت على الحركة مالته ومشت الايام وعدت وجدت العطلة الثانية مالتنة وكان ينام بالنهار هو وجدت العطلة مالتنة وقلت له ما اوصيك اليوم هم ارجع خابرنا وبعدها رجعت البيت ووالدتي نفس الشي خايفة عليها قالت خالك فقير وما يعرف بهاي الامور شون تروح الذبه بهيش مكان قلت له هو هذا عمل وهذا عملنا يعني انا هسه طالبي من عندي اضل لازم اضل طبعا وراها والدتي ما قبلت بالكلام اللي قلت وقالت حاولت اتصل عليها واتصلت عليها مرة وثانية وثالثة لكن ما اتصل وظليت اقول الوالدتي هسه هو يتصل علينا وما اتصل علينا بهاي الليلة طبعا عدت الايام مال العطلة كلها ورحنا ولقيتها نفس الحالة اسألة متعوب اكثر يقول لي لا اموري كل الزينة واني حاب هذا المكان وبيدينا نتنقل من المكان المكان ثاني المهم اجدت هاي العطلة ورجعت للبيت ولما رجعت للبيت والدتي ظلت لح علي وبعدها قامت وقالت لي هسه تروح وترجع الي طبعا كان الوقت تقريبا على حدود يعني المغرب وظلتت لح علي وقالت لي ما ارضى عليك اذا ما تروح وتقضي كل الليالي يم وبعد ما ترجع وتظل يم يا اما يترك الشغل وشنة افهمها واقولها ما يصير يترك العمل وهذا النعالات واذا صار به هنشي هذن تابعات للدولة احتمال ينسجن يعني إذا سرق منهم شي هو اللي راح يبتلي بي إلا هو يقول بأثناء العمل يقولاني بعد ما اشتغل هنا في سبيل يروح ويسلم الغراض كلها كاملة ظلت تلح علي وبعدها شفتها وقهرت عليها انه قامت تبتشو وقالت لازم تروح الخالك طبعا كانت دنيا المغرب ووراها صدق صعد السيارة ورجعت للموقع في سبيل أقعد ويا خالي إلى ثلاثة يام اللي يبقى بيهن وحدة وشنت مستاء جدا من تصرف أمي وياي أضافة إلى هاي هو مجرد عمل صعد السيارة ورحت لما رحت لهناك ودخلت الموقع ما لقيت خالة موجود والآلات وحدة وهو ما موجود تماما قعدت ساعة وساعتين وثلاثة لكن خالة ما موجود والساعة صارت بالوحدة وهو ما موجود بالموقع والراح ما أعرف الصراحة شنت خايف جدا علي وبنفس الوقت قلت خلي أقوم وأروح المكان اللي بيه شبكة وأخابر على والدتي وأقولها أنا بخير وخالي بخير وبعدها أبحث علي وأدور وأشوفها وين بعدها توجهت المكان اللي بيه شبكة وهو يبعد عن الموقع مسافة جدا بعيدة خابرت والدتي وطمنتها وقالت لي خلص أنا راضي عليك وربو يحفظكم ورجعت لما رجعت للموقع اتفاجأت لقيت خالة موجود بالموقع سألت وقلت لي أنت وين شنت أنا من زمان إحنان وأنت ما موجود برجع وجاوبني ببساطة قال لي لا أنا شنت موجود هنا واحتمال أنت ما شفتني قلت لي شون أنا ما شفتك أنا شنت أفتر بالمكان بعدها دخل للكارفان وسد الباب رحت وراء أريد أدخل أفتح الباب لكن قفل الباب من جوه وناداني من وراء وقل لي ما يصير تدخل علي الكارفان شوف لك مكان ونام بي رجعت وقلت لأ خالة أنت ليش يجاي تسوي إياي أنا غير جاي على مودك وأني والدتي هيتشوهي قلت لك قل لي أعرف بيها ظلت تلح عليك وأني ما بي إذا تريد ترجع أرجع استغربت من عنده وظليت قاعد بالباب مال الكارفان وأنتظر في سبيل بلك يفتح للباب وأطرق على الباب مرة ومرتين وثلاثة لكن ما يفتح للباب وما يجاوبني نهائيا طبعا كان الكارفان جدا عالي على الأرض رحت افتريت من الموقع وجبت درج وصعدت على الكارفان وباوعت لأن كان بيه شباك فوق وباوعت من الشباك الفوق لقيت خالة كان قاعد ويه مرة موجودة وكان هو وجهي علي وهي ظهرها منطي تنية وكانت المرة لابسة أبا سودة وماش شبت وجهها نهائيا وظليت أباوع علي وبعدها ناديتها وقلت لخالي جاي بنسوان بالمكان لما انجلت هاي الكلمة صرخ صرخ عالي علي وقال لي روح من هذا المكان ظليت أباوع وأضحك قلت لما عرفتك انه انت عندك هاي سوال فمنين جبت هاي المرة بهاي الصحراء العريضة المشكلة لما افترت علي المرة وباوعت انصدمت وانصعقت ووقعت من فوق على الأرض وانغم علي بذيك الساعة اللي شفته شفت مرة قبيحة جدا بملامحها وشان شكلها جدا مرعب شون خالي قاعد وياها ما أدري ولما انصحت جنت أذكر الموقف كله وليقيت خالة موجود يمي وحاطنا بالباب ولك لكن ما شفت مرة يمك وتكذب الموضوع تماما وقال ما موجود أي أحد أنت تتوهم قلت لا قاني لتفتت علي وارتعبت وخفت وقعت ظلي يلح ويقول لي ما كو أي شي الحد ما قنعني انه ما كو أي شي واني هاي الأشياء اللي جاي أشوف ها مجرد انه آني شفت أو مجرد انه آني رسمت هاي الهيئة بمخيلتي لكن آني شفت ها قاعدة وياها ومقابيلة قلت لي يلا نقوم نطب للكارفان قال ما تطب نهائين وبعد يعني الملحمات تزايد علي قل لي ما تدخل أبدا إلا الصبح وبعد هاي صارت دنيا الصبح وقدرت أدخل للكارفان وما لقيت أي أثر المرة موجودة بالكارفان وتصرف الغريب وياها وقليل الكلام ويقول لي لا تحكي لأي أحد على الأشياء اللي شفتها وقلت لأنت تقول ما كو أحد قل لي إي أنت راح تحكي هاي الأشياء وهي ما موجودة فعالمود لي يقولون عليك أنه أنت مجنون طفت من التصرف اللي جاي يسوي وياها وظليت يعني ساعات قليلة وأفز وأقعد مرعوب من شنو ما أعرف وشنة أحلم أحلام ما أتذكرها نهائيا لكن مرعبة وأقعد على أصوات غريبة والتفت ألقى الصحراء ما موجود أي أحد بيها والحمد الله والشكر بذاك الوقت كانت ما أمطار والجو كان معتدل يعني أقدر أنام برا المهم وبهذا اليوم لازم يجون بالليلة وصدق يجو بالليلة التيم وخالط كان موجود لكن منعزل عننا تماما يعني حتى يأكل وحده يأخذ الأكل ماته ويروح جدا بعيد علينا وشنة يعني العمال كانوا العمال دائما يسئلوني ويقولوني ليش يتصرف ويقولهم خلاص هو يحب ينعزل وحده وياكل وحده لحد يقلق طبعا ومرت الأيام ومر هذا الأسبوع ونقلنا الغراض من مكان المكان ثاني ولازم أنا أضل وياه وما أنزل وهذا المكان كانت بشبكة الحمد لله قمت أخابر والدتي بس كانت ما أحكي لها علي نهائيا ويتسألني وتقول لي ليش ما يقبل يحكي ويايا وقلنا أخابر على التلفون تقول ما يجاوبني أقول هيمي وخلص هو ما يريد يجاوب المهم وكانت والدتي جدا وقلقانا عليها وبهذا اليوم ظليت أتوسل بي وألح عليها يفتح الباب فتح الباب وطلع وسده وقال لي تتقرب عليها نهائيا لأن راح تشوف أشياء ما راح تعجبك ظليت أسأل بي وأقول شنو اللي جاي يصير بالداخل باوى عليها ببساطة قل لي أنا ازوجت قلت لي ازوجت شنو منين لك هاي المرة اللي موجودة وشون جاي تطلع من الموقع وأنا ما جاي أشوفها ابتسم بوجهي ابتسامة غريبة جدا وقل لي هاي من الجن لما قال لي هاي الكلمة ابتسمت وضحكت وقلت معقولة شون يعني قال لي هي هاي اللي صارت هاي من الجن اجدت الموقع وانعجبت بيها وصارت زوجة ليا وما يصير تدخل عليها وهو هذا شرطها لان اذا دخلت عليها راح تأذيني قال لي أنا حكيت لك وما ريدك تحكي لأي أحد بعدها ضحكت وقيت لخالي لاتش شاقة ويا هي شقة وتدري بي أنا اخاف من هاي السوالف وشنت ارتجف وعرقان يوقفوا من الخوف وبعدها قال لي خلص لازم اروح وادخل يمحى طبعا دخل وسد الباب وانا ظليت بمكاني مثل الصنم ما عرف اللي اسوي ظليت واقف ومرعوب داخل الصحراء والمشكلة اللي صرت بها آني ما اقدر اطلع من الصحراء لان حتى سيارات ما كو ولا اقدر اخذ السيارة من السيارات اللي موجودة لان مفاتيحها كلها وي المسؤول علينا بالعمل وحتى اذا اخذت احد السيارات اللي موجودة كلها سيارات ثقيلة وما يصير تمشي على الشوارع ولا تقدر تمشي مسافات طويلة جدا ظليت واقف مكاني ومرتعب ما اعرف شن الشي اللي اسوي لهيها وشوية وانا قاعد حسيت اكو حركة غريبة بالمكان والتفتت واباوع على الآلات وشنت استخدم في ذاك الوقت الجوال مالتي في سبيل اضوي بالمكان وبديت اضوي اوجه المصباح مات على الآلات ومرة واحدة باوعت لقيت رجل واقف يم الآلات وكان يباوع علي ولما شاف انه جاي اناظرة وجاي اشوف بعيني مباشرة اختفى من قدامي او تقدرون تقولون اختفى وراء الآلات ركضت علي وخفت انه هذا شخص جاي يسرق غرار وبديت اركض باتجاه واروح يمن ويسرق حرفيا انا اللي صرت حارس بهذا المكان مخاضي وبديت افتر وادور علي لكن ما كو وبعدها شفت اشخاص اتنين بعيدين علي ورجعت اركض يم الكارفان وبديت ادق بي بجنونية مطبيعية لكن ما موجود اي احد بي بديت اضرب بالباب وما كو اي صوت ضربت الباب مرة ومرت وثلاثة وحاولت اكسر الباب ونجحت بكسر الباب ولما انكسرت الباب ودخلت ما لقيت اي احد موجود جو خالي ما موجود بالكارفان شنت ادور حتى باقة الالات او صار شي انا ما مسؤول هو اللي مسؤول المهم وظليت ساكن بهذا المكان وقاعد بزاوية الكارفان وحاط اشياء في سبيل لا تنفتح الباب بسهولة واني قاعد سمع الصوت فوق الكارفان كأنه حركة وكأنه شخص جاي يمشي فوق الكارفان ظليت لازم الصمت وما اقدر اتحرك ذاك الوقت الشعور مات كان شعور مخربط وما عرف اللي اسوي وحتى ذا طلعت من الكارفان ونجحت لكن وين راح اروح انا داخل الصحراء وحتى سيارات ما كو قررت اضل قاعد بمكاني وظليت قاعد بمكاني لكن كان الصوت يزيد اكثر واكثر وبعدها ضربت الباب الكارفان ضربة جدا عالية وبدت الدق على الباب يزيد اكثر واكثر واني ساكت بعدها سمعت الصوت مالخالي يقول انت شعندك جوه انا طلعت ويا زوجتي شوية نفتر بالصحراء ونرجع انت اشدخلك لجوه يلا افتح الباب اريد ندخل بعدها قتل ما افتح الباب وانت ضلوا برا وما افتح لك الباب نهائيا انت مجنون اكو واحد يزوج جنية لما قلت له انقطع الصوت تماما بيني وبيني وبيني وبدأ انا دي وقل خالي انت بعدك موجود لو رحت لكن ما اكو اي صوت واني قاعد بالكارفان وكانت انارة مشعولة بالكارفان بدت الانارة تطفي وتشتعل بصورة جدا غريبة وقلت مو وقتها انه تطفي علي الكهرباء بلا كل شي انا ميت من الخوف والرعبة وصدق الوضاع ظلت تطفي وتشتعل وتشتعل وبعد هطفت تماما لما انطف شعلت التليفون اللي عندي وبديت اضوه بالمكان والكارفان ما كان شبير لكن حسيت انه اكو حركة قريبة مني وين ما افر الضوة ما صرخت وتمنيت انه اكو نافذة وراي يعني انزل من عندها لكن ما شارت اكو نافذة بالكارفان وظلت واقفة قدامي واني عجزت عن الحركة تماما وبعدها اختفت من قدامه اول ما اختفت رحت اركض باتجاه الباب واخر بالغراض اللي خليت في سبيل اقدر اطلع وفتحت الباب ولما انفتحت الباب طلعت لي برا لقيت خالي واقف ويقول لي هيتش احسن لك قلت لخالي انا كل شي ما اريد طلعني من هذا المكان ومن هاي الليلة ويلا خلي نرجع انا وياك حتى اذا مشي ما نضل بهذا المكان قال اذا تري تروح اروح انا ما عوف زوجتي نهائيا بعد هاي قلي خليك انت بمكانك انا راح ادخل بالكارفان لا تحاول تدخل الكارفان وراي بما انه انت كسرت الباب لأن راح اخليهم يكسرون ايدك الى اتقربت على الكارفان وصدق بهاي الليلة ما اتقربت على الكارفان والحمد الله والشكر انه كان ثاني يوم الصبح دولة يجون وقت الظهر اول عصر في سبيل يكمل الشغل مان وصدق اجوي وشنت خايف احتي للتيم اللي موجودين ويايا او المدير لكن اكتفيت انه قلت لهم بعد ما اقدر اشتغل ولازم اعوف العمل بهذا المكان طبعا ما وافقوا وقالوا لا اتكمل العمل ماتك احسن اليك وشنو اللي صار وشانو يلحون علي لكن ما احتي نهائي وصاح وخالي وبدأوا يحتيون ويا ويقولولي ليش شي هو خايف ويريد يعوف العمل انتبهوا علي من نبرة صوتي والكلام من احتي كنت اتلعثم به دائما قال لهم ماكو اي شي هو يخاف وما متعود على الصحاري ويقول انا اشوف خيالات واشياء لكن المنطقة امان وماكو اي شي وبدأينا نتقدم بالعمل واني بطول اليوم كنت ما اركز بالعمل ماتي نهائيين تصرفاته الغريبة ما قطعت نهائيا وهم تقدرون تقولون مثل اللي اتعلم التيم كله على تصرفاته وبعدها لازم ان هم يغادرون وبعدها انا ردت اغادر واطلع من هذا المكان لكن خالي قال لي لا تطلع من هذا المكان وخليك وياي لأن خلص هم قالوا خلي يبقى وياك واذا رحت راح اتأذي نفسك وتأذي امك لما نقال لي هي شي خفت من عنده وبدأت اتوسل به وحتى بجيت بذاك الوقت قلت له خالي انت وقعتنا بمشكلة شبيرة بهذا زواجك من هاي الجنية ولما قلت كلمة جنية حسيت بشخص صفعني على ظهري من وراء والصفعة كانت جدا قوية بحيث قطعت نفسي قال لي لاتجيب طاريها بسوء نهائي على مود لاتأذيك التفتت وراي ما لقيت اي احد وشوما ضربت ما ادري قررت انه ابقى وياه بالمكان طبعا اني بالمكان قمت اقرأ قرآن بداخلي وبعدها خالي واقف قدامي واني جاي اقرأ بالقرآن جنت اتلعثم وما اركز زين قال لي الاشياء اللي جاي تسويها بسرك لا تذكرها نهائيا لان راح تأذي نفسك واحتمال حتى ياخذونك ويخفونك من على الارض لما قل لي هيت عرفت انه اني وقعت بمشكلة جدا شبيرة بين خالي وبين هاي الجنية وقل لي ترى احنا هاي المكان اللي موجودين بي انا جاي اشوفهم بكل وضوح هم تارسين المكان ولوما هم كان صار شي ومباقت حتى الالات طبعا الاشياء اللي صارت وياه يعني تقدرون تقولون مثل الكابوس واذا احتيها لأي شخص ما راح يصدق بي واللي صار بخالي انه بالمشكلة بهذا المكان اللي اجينا بي وانتقلنا جديد بي ما كانت بي شبكة نهايين وحاولت بذاك اليوم انه اتواصل ويا واردتي واحتي لاللي صار في سبيل ارجع للبيت في سبيل اللي تقول انهاني غضبانة من عندك ما حصلتها نهايين وبعدها رجعت وقعدت بالموقع وكل ساعة اتنقل من مكان المكان قمت اشوف اشياء وهلاوس ما لها وجود نهايين لان كانوا يختفون ويطرعون من مكان ثاني وهل هذا الشي حقيقي او مو حقيقي ما متأكد من عنده طبعا ورا شوية النوب من القعدة مالتي على احد الآلات اللي موجودة سمعت الباب ما للكارفان تنفتح واول ما فتحت الباب ما للكارفان خفت حتى من خالق قمت اخاف لكن طلع علي وناداني كأنه يندني اناي وين قاعد وايجا يتمشي باتجاهي مع العلم هو ما شافني بس انا جاي يشوفي وايجا وتقدم علي ووقف قل لي اسمع انا اريد افيدك انا ازوجت جنية واختها تريد تزوجك وغصبا ما عليك راح توافق قلت لها انا ما اوافق وما اسوي هذا الشي نهائيا وانا بلا كل شي انا خايف من عندهم ظلي يلح علي ويحكي لكن عفته واركضت بالصحراء وظليت اركض بالصحراء وقلت ما اوقف نهائيا ظليت اركض بهاي الصحراء العريضة الطويلة وهو يناديني من بعيد يقول لي وين ما راح تروح راح يلعقونك ويأذوك خلص خليك تركض ومرجعك راح ترجع لهذا المكان والهاي النقطة ظليت اركض بالصحراء الظلمة وامتي شعلت التلفون ماتي ورما بعدت جدا على الموقع لقيت نفسي بمنطقة معزولة تماما وقررت اظل امشي وكانت اكو اضوية بعيدة علي وقررت امشي باتجاه هاي الاضوية وقيت اكيد هاي اكو قرية هناك وراح احجي لهم وكيد راح يساعدوني او يخلوني اتواصل ويا اهلي او على اقل راح القى شبكة اقدر اتواصل ويا احد في سبيل اقعد واسورف ويا اللي حدث لي او اللي صار لي وظليت امشي ماتواقفت نهائيا والحمد لله والشكر نجحت بعد فترة انه أنا وصلت هاي المنطقة لكن لما وصلت هاي المنطقة اتفاجعت ان هاي المنطقة تقدرون تقولون متروكة وبيها بس عدة منازل بيها اضوية طرقت على احد البيوت لكن ما حد فتح لي وراحت على البيت الثاني والثالث لكن ما موجود اي شخص وبعدها دقيت باب ما شخص بصوء يعني دقات جدا قوية لكن ما طلع لي احد وقررت انه أنا اغادر هذا المكان واطلع من عنده لان شارت البيوت البي كلها قديمة وشكلها مرعب طبعا وانا جاي يتحرك سمع الصوت الباب تنفتح ولما انفتحت صار قدامي شخص شبير بالسن وباوع علي هذا الشخص او تقدرون تقولون مو شبير بالسن لكن متوسط واكبر من عندي وباوع علي قل تفضل وش عندك هنا قلت له انا تيهت بالصحراء والقصة مات يقل لي خلص خلص تعال تتريد احد يا ضيفك ادخل دخلت للبيت ماتة كان البيت ماتة جدا بسيط وما عنده اي شي فقل لي ش تحب تشرب قلت له اي شي فالصدق جاب لي شي ساخن اشربه وكان شاي وشربته وبعد ما شربته ورا شوية النوب دخل احد الغرف وطلع لي ابصينية مال اكل توه مطبوخ وبعده ساخن وقعدت واكلت والامر كان جدا طبيعي لكن هذا الشخص كان قليل الكلام وما يتكلم هوايا ظليت قاعد وبديت اشكره وقال لي لا تشكرني اشكر رب العالمين اللي دلاك بي قلت قدام الحمد لله والشكر وظليت قاعد بعدين انا اللي حبيت افتحه اياه الحديث وسألته قلت له شون تعيش بهذا المكان قال لي عادي انا عيش من زمان بهذا المكان وجدا طبيعي فقلت له يعني شو ما وياك احد يعني استغربت انه البيت ما موجود بي اي حركة ثانية قال لي شون اللي تقصد قلت له عائلتك قال عائلتي موجودين بالغرفة الجوة طبعا استحيت من السؤال ماتي اكيد عائلة ما رح تطلع صوت بهيش وقت متأخر بعدها هو قليل الكلام وساقت بس لما اسأله يجاوبني فسألته وقلت له انت ليش قليل الكلام ويعني ما تحكي هواية بتسهم بوجهي وقل لي انا مااردك خوف يدخل قلبك انا من عمار البيوت لما قل لي هاي الكلمة شنة ما افهم قلت لي انت هنا تشتغل عامل وتعمر بالبيوت لو شنو قل لي لا انا من عمار البيوت قال لي اخوك من الجن المسلم وقررت اساعدك ما عرف اللي اقول لي الربط الثاني مع العلم انا ما حتشيت لي على الاشياء اللي صارت بي قلت لي انا شنة اشتغل موقعه صارت خالي فقلت لي لا مستحيل يعني انت من الجن ابتسم بوجهي وهزب راسه انه اي انا من الجن طبعا اطرافه مباشرة قامت ترجف هو يقول لي لا تخاف انا ما جاي اخوفك واروعك بس انا من الجن بعدها قلت لي انا ترى ما مسألك شي واستحلفك بالله لا تأذيني نهائيا ابتسم بوجهي وقل لي انا مستحيل اأذينك واني اساعد البشر اللي تيهون ودائما اطلع لهم بس حبيتك وحبيت انه اقول لك انه عني من الجن بعدها لما شفت كلامك قلت احتمال هذا جاي يخوفني وهذا انسي قلت لي لا انت انسان مستحيل لان الاكل اللي اكلته والشاي اللي شربته كل هذا الانسان يقدر يعمله وانت اكيد انسان ابتسم علي وقل لي تحب اثبتلك هذا الشي قلت لي ثبتلي قل لي انت تشتغل بموقعه وبدأ يحكي للاحداث اللي صارت ويايا حرفيا الحد ما وصل موضوع خالي قل لي خالك استحوذت علي جنية من الجن الكافر وجنية سفلية وهس هي من زوجته وانت رب العالمين ساقق باقدامك لهنانة في سبيل انا احميك واذا طلعت من نانة راح يأذيوك لان هسا هم موجودين على الاطراف ما المدينة ينتظرونك بس تطلع في سبيل ياخذوك ويمشون خفت من عنده وخفت انه انا اطلع ظليت ساكن بهذا المكان وقعدها قال راح اجيب لك افراش تنام وابول ما اكمل هاي الكلمة دخل علي يا طفل شاي البيدة افراش ومده بالارض وكان ما يتكلم نهائيا والتفت علي بس باوع بوجي وبعدها غادر ودخل للغرفة الثانية وقال لي خلص نام هنانا وارتاح بعدها مدلت وما قدرت انام نهائيا هو كان قاعد قدامي عبالك يراقبني بعدها قلت لذا تسمح اطلع من المكان في سبيل انا اقدر انام الغريب بالامر ما قام وطلع من الباب لا لكن اختفه من قدامي وكان ما موجود بالمكان نهائيا ومن الخوف والمنظر اللي شفت قدامي منه اختفه مباشرة غطيت راسي بالغطة اللي جابولي واذكرت انه الغطة اللي جابولي الفراش وخفت اخليه علي لكن قررت اظل امغطى نفسي بي وغطيت راسي وصار الظلام دامس عندي وظليت نايم وافكر وشوية شوية غفيت ولما غفيت قعدت الصبح ولما قعدت الصبح طلعت من هذا البيت مباشرة باوعت لقيت نفسي آني بقرية وتقريبا نفس البيوت اللي شفتها بالليل لكن البيوت شارت جدا قديمة ونصها مهدومة ومبنية من طين وجذع والنخل وسعف وهاي الامور يعني بيوت جدا بدائية واني موجود بهذا المكان وجاية في تربيه شفت شخص من بعيد وبديت انادي علي وقفلي طبعا اول ما وقفلي هو وتقدمت علي سألني قلني انت اشدخلك هنا انا وش جابك فبديت احكي له واشرح له وقبل لا احكي وياه قلت له استحرفك بالله انت من الجن بدأ يضحك قال ليه شنو اللي صار لك انت حكيت لي قال هاي المنطقة مسكونة بالجن وبيها جن كافر وجن مسلم وبعد ما حكيت له الشي اللي صار وياه قرر يساعدني وساعدني ووصني الشارع وقل لي منها انا رح تقدر تاخذ سيارة نقلك المحطة وبعدها وين ما تريد تروح رح تلقى سيارات الجميع المحافظات وجميع المناطق طلعت من هذا العمل وتركته وبعد ما وصلت للبيت حكيت وياه والدتي طبعا والدتي كالعادة لأن خاله هيتش وهيتش اللي صار بي وبعدها ما داومت آني وخابروا عليه وقالوا انت ليش ما حضرت سولفت لهم قالوا خالك تارك الموقع وما موجود بالمكان وهاي السنة تقريبا السابعة مرت على خالي وهو مختفي تماما والدتي وراها توفت من الحزن عليه تقريبا بالسنة الثالثة وانا ظليت وحدي لكن ما بحثت عليه نهائيا ويومية كنت أقرأ من القرآن الوالدتي وهذا يمكن الشي اللي ساعدني وحفظني من عدهم ولهنانة وتنتهي قصتنا لليوم طبعا اللي سمع القصة رح يقول انه هاي القصة خيالية لكن هاي القصة حثت مية بالمية لكن القصة قديمة يعني نوعا ما مو تقدرون تقرون جديدة بهاي السنوات يعني بالألفين وعشرة ألفين وتسعة ولهنانة وتنتهي قصتنا اليوم إذا عجبتك ادعم لي بلايك اشترك لي بالقناة فعل زر الجرس وانتظرني غدا بقصة جديدة إن شاء الله وحاول أنه الشهير لأحد الفيديوهات في سبيل الشجع يومية انشر لك قصة لأن والله العظيم جاي أتعب وأدري بكم أنتوا ما راح تقصرون ويايا وراح توصلوني ومع السلامة